على امتداد اربعة ايام ستظل مسلك الجولف الملكي دار السلام بالعاصمة الرباط قبلة لعشاق الكرة البيضاء الصغيرة ومصرحا لتظاهرة عالمية كبرى في رياضة الجولف وهي تحتضن النسخة الاولى من انترناشنال سيريز المغرب والتي تندرج في اطار الاسيان تور ماحطة الرباط ستشكل المرحلة السابع عشر من هذه البطولة الاسيوية التي ابرمت في الاولة الاخيرة اتفاقا من منظمة ليف العالمية الجديدة التي شرعت في تنظيم العديد من البطولات وخصصت لها بكافآت مالية باهدة الاتفاق يروم الرفع من عدد الممارسين لهذه الرياضة وتنميتها في البلدان الاسيوية والشرق الاوسط ومن المرتقب ان يشارك في نسخة الرباط ثمانية من اصل المحترفين العشر الاوائل المصنفين في بطولة الاجيان تور اضافة لعدد من المحترفين الممارسين المنضويين تحت لواء بطولة ليف المنظمون حرصوا على توجيه دعوات خلال هذه الطبعة التي تقام لأول مرة في افريقيا لعدد من الهوات من ضمنهم لاعبين مغاربة كأدم بريسنو نيزار برحيم والمهد الفخوري وايوب الكيراتي يبقى ان تنظيم بطولة من هذا الحجم يندرج في سياق طفرة نوعية تشهدها رياضة القلف المغربية في الفترة الاخيرة